لما نقول أكل صحي أول شي بيخطر عبالنا الميزانية العالية بحلقة اليوم لحنا نتعلم سوا من الشاف جوزيف كيف نطبخ أكل صحي بميزانية بتناسب الجميع هاي شاف هاي مالك كيفك اليوم شو يا شاف أكل صحي بميزانية منخفضة 100% يعني اليوم في المفهوم الغلط أنه إذا أنا بدأ أعمل أكل صحي علاك إذا بدأ أشتريه خالص هيكون غالي علي أنا أكيد الشركة اللي عم تبيعني الأكل في عندها مساري فبتصير المقلاج بغالي علي بينما أنا ببيتي فينا ينسق بجدول بعمل فيه أكل بطلع مبدئيا رخيص أما أنا نقول بزوم زينية محدودة بقدر أعمل فيه أكل صحي اهتم بصحتي أكل أكل صحي بلا ما أكثر بدفع كثير فلوس عم بلش بتتبخى أول شي حناخد صانية طيب إذا مثلا ما عنا نحن عن كاكنة ملك شو فينا نستبدله لو فات ملك فيك تستعمله لكثير هاي أما أما بالنهاية هي الوجبة الصحية ما أجبر أنه بس شخص ناصح عم بجربي يخفف فزنه أما شخص كثير ضعيف عم بجربي يزيد وزنه هي ممكن تكون شخص غياضي أما حياته طبيعية بيش تروح بيجي ضعيف يعني صحته مظبوطة بس حبي بيكمل وجبات غذائية أوكي هنأخد شوي تزيد لا عطول من خاف لما نسمع وجبة صحية مش من خاف أو أنه ضايت أو أنه عم نمشي على مثلا جدول غذائي معين هي مش هي مشكلة للأشخاص الالتزام بجدول فيه ناس عندها الأدرة فيه ناس ما عندها الأدرة تلتزم لذلك نعتبر أنه عطول بعدين ما تنسى مغريات الأكل يعني صحبة هالكل معي أنا مغريات الأشخاص اللي بيحبوا الأكل بالنهاية بيجرب بس اليوم الأكل يعني بيعته سعادة سعادة هاي السعادة بتيجي أبقات من الدهون والسكريات الموجودة فيهن لذلك تعرف أنه راح بيالتزم بشوي بوجبة معينة بعدين بيلاقي أحد لا أولا بدي اليوم عم تخبص مثلا بيرجع بيضبط حاله على الجدير ونحن ماشيين يعني فينا مثلا ناخد يومين يكونوا تشيت ديز مثلا ناخد فيهم الأكل من حبة وبعدين باقية الأيام فينا نأكل الأكل صحي بالباق مية بالمية بس هي بالنهاية العمر هاي دي كتير بدها شو بيقوله سيطرة يعني مش مش إنه مش هيني يعني كيف ما نعن سيطر؟ إرادة والدايت كلها سوا هي إرادة ما في حداً بيضبط ما فينا مثلا نعمل هيك وجبة طيبة ونفس الوقت ما بتنصح هلا كل الأكل إنه بترضينا مثلا هاي دي قصة الإرضاء اي ما ما في إذا ما فيه البهون كفية والسكريات كفية أوقات ما بتكون يمكن ترضي على الأخير هاي صدر الجيج هاي اللي عم نحط عليه شوية زيت اوكي هاي عم ندهم هدهن ما عم نكتر كتير زيت يعني نستعمل مثلا فروجي كبير هلأ كمان عم نحكي هلفي فوت فروجي كبير يعني فيه جلد بدك تشيل الجلد عنه يعني مثلا كتير من السيدات اللي عم يحضرونا هلأ عندها مثلا عيلة خمس أولاد أربع أولاد ونفس الوقت ما عندها يعني ميزانية كبيرة للأكل مئة بالمئة هيدا الفكرة إنه إذا نستعمل أنا صدر الجيج بلا فروج كامل اليوم إذا بتلاحظي في الماركت طريبا هلنفس السعر بالوزن بالسعر بس أكيد صدر الجيج هو اليوم بلا الجلد صحة أكتر من الفروج ككامل لما ما ننسى أن الجلد بقاله كتير فات أكتر من اللحم بحد زيته لذلك نحن هلأ عم نفكر عم ننبش على وجبة صحية فلذلك حنستعمل بصدر شكرا شكرا